بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هنروح لمكان أكتر من متابعين ومتابعين القناة طلبوا إن نعمل فيديو عليه وهو منطقة ميلفر وكمان هنروح لماركة مول وهو موجود في نفس المنطقة بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد يلا بينا على جولة سريعة وخفيفة إن شاء الله تعجبكم من جولات مصرية في بورصة نيليفر هي زوجة السلطان أرهان غازي فاتح مدينة بورصة وهي نيليفر هاتون وهو اسم معناه ظهرة اللوتس اللي بتنمو في المياه العزبة أول حاجة لازم نعرف الفرق ما بين نيليفر البلدية ونيليفر اللي هي المنطقة نفسها اللي هنتكلم عليها النهاردة هي أصلاً نيليفر اسم بلدية كبيرة بتضم أحياء كتير جداً من ضمنها جروكلا وأوزولجي ومناطق تانية كتير لكن احنا النهاردة هنتكلم عن منطقة نيليفر نفسها لو أنت جاي من وسط بورصة يعني من منطقة عثمان غازي وشهري كوستو بتركب المترو لمحطة مترو نيليفر المنطقة موجود فيها حضائق كتير وجناين كبيرة وكتيرة للأطفال وألعاب رياضية منتشرة في كل الحضائق للشباب وكبار السن وكل ده طبعاً مجاناً وموجود في المنطقة عدد كبير من المطاعم والقتلات المشهورة زي فندق كراون بلازة وفندق شراتون ورماضة ومطاعم كتير زي مطعم خيال اللي بيجي له السياح العرب والأجانب من كل مكان على سماعته الممتازة في مختلف أنواع المشويات ووجبات الفطار والعاشة المميزة أما بالنسبة لأسعار الإجارات فمتوسط أسعار إجارات الشواء في المنطقة دي بتكون مرتفعة نسبياً يعني ممكن من ألفين وانت طالع لأن المنطقة راقية جداً وزي ما قلت لكم فيها خدمات عالية جداً وأعمارات جديدة وأبراج سكنية وفنادق وشوارحها واسعة جداً وجميلة وزي ما انتوا شايفين حضائق الأطفال فيها موجودة بشكل مميز شوية وكبيرة شوية عن بقية المناطق يمكن المجولة لها يمكن الحضائق طبعاً موجودة وملاعب الأطفال وملاعب اللي هي الألعاب الرياضية للكبار دي موجودة في كل المناطق في تركيا بصراحة والحضائق الخضرة موجودة بس يمكن هنا الموضوع موجود بشكل أعلى شوية وزي ما انتوا شايفين الأبراج حاجة يعني جميلة جداً كده احنا وصلنا لماركة مول وماركة مول هو عبارة عن مجمع للتسوق بيشتمل على مول للتسوق وثلاث أبراج سكنية ومكتبية وفتتح مول ماركة في عام 2017 على مساحة 75 ألف متر مربع المول في حوالي 250 محل تجاري لأكبر المركات طبعاً العالمية والمحلية ما بين ملابس وأحزية وأساس ومفروشات وإلكترونيات وأي شيء ممكن تحتاجه الأسرة وزي ما انتوا شايفين هنا في مكان مخصص لألعاب الأطفال اللعبة دي هت الخمس دقائق بخمستاشر ليرة زي مجموعة حيوانات الأطفال بيركبوها ويتجولوا بيها شوي في المكان المخصص لألعاب ده طبعاً محل لقوم أو اللي هو الحلقوم آآ اسمه أفيون وده من أشهر أنواع اللقوم الموجودة في تركيا وطبعاً أسعاره مرتفع نسبياً عن بقية أنواع اللقوم اللي موجودة لكنه طبعاً بيتميز بجودته العالية جداً منطقة مرائح زي ما انتوا شايفين المنطقة دي كلها محلات ايه أدوات منزلية وأدوات المطبخ مجموعة متنوعة بقى من المحلات والماركات اللي معروفة زي انجلش هوم وزي آآ قراجا ومحلات كتير جداً يعني هي منطقة كلها محلات أدوات منزلية كلها جنب بعض ترجمة نانسي قنقر طبعاً انتم شايفين عدد المحلات الكبير جداً كلها الأدوات المنزلية والصيني والحلل وأدوات المطبخ يعني مجموعة من البدائل المختلفة وبأسعار متنوعة فيها المحلات الأسعارها معقولة وفيها المحلات الأسعارها غادية ترجمة نانسي قنقر نسيت أقول لكم ان ماركة مول على بعد حوالي خمستاشر دقيقة المشي من محطة مترو آآ نيلو فارس آآ ممكن تاخدوها طبعاً ماشي وممكن تاخدوا تاكسيني هياخد تقريباً حوالي عشرة ليرة من منطقة مش بعيدة يعني زي ما انتم شايفين هو مجموعة تانية من ألعاب الأطفال هو بصراحة المكان رائع يعني متنوع في كل شيء ممكن تحتاجه الأسرة لتقضية يوم آآ يعني للنزهة انهم يتفسحوا يخرجوا يشتروا طلباتهم والأطفال ينبستوا بصراحة المور رائع يعني ان انصحكوا اللي بيجي تركيا انصحوا انه هو يجي يزوره يعني طبعاً ده إيه اللي سي واي كيكي ده حبيب الشعب يعني زي ما بيقولوا لان اسعاره طبعاً آآ ما شاء الله بتبقى حلوة جداً يعني وبسهولة اللي ممكن تلاقي فيها الحاجات اللي انتم عايزينها يعني باسعار كويسة وخصوصاً في فترة الخصومات ده محل آآ هو اسمه ياباني بس بصراحة انا ما حاستش ان فيه حاجة يابانية يعني ان ما دخلت فيه كده بسيط حاستني لأ حاجات موجودة تركية يعني بس هو الاسم من بره ياباني طبعاً زي ما قلتلكم مجموعة من المحلات المركات العالمية والمحلية زي القطن واللي سي واي كيكي وآآ ديفاكتو آآ وآآ قديدس آآ يعني مجموعة متنوعة بصراحة من المحلات هو موجود كمان عدد من قاعات السينما المصممة بأحدث تقنية يعني وعلى فكرة المول ده كمان قريب من كرفور مول زي ما قلتلكم المنطقة مليانة مولات وآآ مليانة مطاعم ومليانة فنادق وزي ما احنا شايفين طبعاً دي منطقة موجود فيها طبعاً اشهر المطاعم العالمية وموجود فيها برضو لمطاعم محلية بتقدم اطعمة تركية وقافيهات بتقدم مشروبات وفي محلات حلويات ووجبات خفيفة وزي ما انتم شايفين واضح في التصوير من المكان كبير جداً جداً شكراً شكراً وبكده نكون جينا لنهاية جولتنا النهاردة يارب تكون الجولة ان شاء الله عجبتكو وبفكركم تاني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وان شاء الله نتقابل في جولة جديدة من جولات مصرية بورس شكراً